أظهرت دراسة حديثة أن تضمين بروتينات اللحوم والحليب في النظام الغذائي قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأورام مرتبطة بسرطان الأمعاء نشرت الدراسة في دورية Fonteres in Immunology وأجريت على الفئران حيث وجدت أن تناول هذه البروتينات يمكن أن يقلل من احتمال نمو الأورام في الأمعاء الدقيقة من جهة أخرى أظهر النظام الغذائي النباتي الذي يفتقر إلى هذه البروتينات تأثيرا سلبيا على فعالية الجهاز المناعي تضمنت النتائج أن الفئران التي اتبعت نظاما غذائيا خاليا من البروتين أظهرت زيادة في عدد الأورام في الأمعاء الدقيقة مقارنة بتلك التي تناولت نظاما غذائيا متوازنا ومن المثير للاهتمام أنه بعد إضافة ألبومين وهو بروتين موجود في اللحوم إلى النظام الغذائي الخالي من البروتين تم تثبيت نمو الورام تشدد هذه النتائج على أهمية البروتينات من مصادر حيوانية في تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من بعض أنواع السرطان لذلك ينصح الباحثون بالحذر للأشخاص الذين يستبعدون اللحوم والحليب من نظامهم الغذائي دون استشارة طبية حيث قد يواجهون مخاطر صحية على الرغم من تزايد شعبية الأنظمة الغذائية النباتية لأسباب أخلاقية وبيئية إلا أن هذه الدراسة تبرز ضرورة اتباعها بحذر خاصة للأشخاص الذين لا يعانون من حساسية أو مشكلات في الجهاز الهضمي تأتي هذه الدراسة في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الارتفاع في حالات سرطان الأمعاء المبكر لا سيما بين الشباب تحت سن الخمسين على الرغم من كونه نادراً إلا أن سرطان الأمعاء الدقيقة قد أصبح شائعاً بشكل متزايد لدى الفئات العمرية الأصغر حيث ارتفعت معدلات التشخيص بنسبة خمسين بالمئة خلال الثلاثة عقود الماضية